اشتركوا في القناة بسبب المضاعفات السريرية المرتبطة بالإصابة بالعدوى الفيروسية بفيروس كوفيد-19 صار في عندي مئات الآلاف من المرضى حول العالم يلي هنم بحاجة لأجهزة الدعم التنفس أو أجهزة التنفس الصناعي يلي منسميها عاميا بالمنفسة وبسبب هذه التحديات والنقص الكبير بأجهزة التنفس الصناعي في عندي شركة من أحد أهم معارق الشركات صنعة التجزاء الطبية في العالم شركة متروني قامت هذه الشركة بمشاركة ملفات أحد موديلات أجهزة التنفس الصناعي التي تساويها يعني هذه الشركة لديها موديلات كثير لديها موديل من المنافس أجهزة التنفس الصناعي هذا الجهاز فعلا اسمه منفسة لماذا أقول لكم اسمه منفسة؟ هل لا أرى بعد قليل؟ هذا الجهاز قامت مشاركة ملفاته وحملتها على الإنترنت وقالتها التي تريد أن يطلع على الملفات هي يجي يطلع وما في أي مشكلة طيب لحد الآن كل شيء تمام لكن بالمقابل ظهرت بالآمنة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت عامة النماذج عم تقول أنه تم التوصل إلى جهاز تنفس الصناعي بين قوصين فنتيليتر رخيص الثمن بحيث يساهم في سد الفجوة الحاصلة بالسوق الطبي نتيجة نقص أجهزة الفنتيليتر بسبب زادة عدد الكوبيد 19 إلى آخر طيب نجي منطلع سعوة على هذا النموذج هذا النموذج هو عبارة عن إيرباك أو كيس هواي موصولة عليه الضاغط عم يعمل هذا الضاغط بطردد معين عم يطلعها من طرف تاني طيب هاد الشي هل يصح أني أطلق عليه ميكانيكال فنتيليتر أو منفسه خلونا نشوف إذا كان هاد الشي فيني سميه ميكانيكال فنتيليتر أو لا وهذا الهدف الأساسي من هذا الفيديو اللي يمساويه اليوم طيب حتى نبسط الموضوع أكثر خلونا نقسم طرق تزويد المريض بالأكسجين لطريتين عندي طرق إينفيزيف أو جراحية وطرق خلينا نقول طرق جراحية تداخلية أو إينفيزيف وطرق غير تداخلية غير جراحي أو نون إينفيزيف شو التشهيزات الطبية اللي بيستخدمها أنا مع هالطريقتين هاي مشان زود المريض بالأكسجين حتى يكون موضوع كمان أبسط وبعيد جدا عن الطاقية خلونا نفكر به هرم قاعدة هاد الهرم مكتوب عنده النون إينفيزيف وذروة هاد الهرم مكتوب عنده الإينفيزيف أو الإجراء التداخلي أو الجراحي بقاعدة هاد الهرم أنا عندي أبسط الأنظمة والأجهزة اللي بيستخدمها مشان زود المريض بالأكسجين وبذروة هاد الهرم أعقد شي عندي وأصعب شي عندي من حيث التحكم ومن حيث طريقة العمل والتشغيل وكذا طيب بقاعدة هاد الهرم أنا عندي أبسط شي من هالأجهزة اللي بيستخدمها للتزويد المريض بالأكسجين طب شو بيختر على البال؟ بيختر على البال أول شي او ماسك الاكسجين اللي بيستخدمه الاكسجين ماسك شو هو عندي قناع اكسجين موصول مع فلوميتر موصول مع صونة اكسجين هذا الشي انا بشوفه بالعيادات بشوفه بالطوارئ احيانا بشوفه بالبيوت هو عبارة عن نظام لتزويد المريض باكسجين انضيف نستخدمه لما يكون عندي مريض عم بيعاندي من ضايقة تنفسية بسيطة او مثلا ازمة تربوبسيطة بحيث انه يرتاح المريض ويحسن ياخد اوكسجين نضيف بياجه بهالليفل هاذ او بهالمستوى هاذ عندي قناع اوكسجين لكن موصول معه او يعني خلونا نقول ايرباق اوشي هذا بسموه البي في ام او الباك فاللت ماسك هو عبارة عن اوكسجين متل اللي حكينا عنه بشوي لكنه بيكون معه خزانه واحطياطي بحيث اذا ضغط عليه باخد كمية اكبر من الاكسجين طب هاد الشي بشو ذكرنا هاد الشي ذكرنا من النمازج اللي عم نشوفها بالفترة الاخيرة تدعي انه انه ساوت اجهزة تنفس صناعي رخيصة الزمن عم نشوف ضاغط عم نشوف ضاغط موصول على ايرباك عم بعمل بتردد معين بحيث انه يخرج هوا من الطرف الثاني بهذا الشكل طيب خلونا ننتقل الليبل ثاني عندي انا فوق هل تجهزات هاي في عندي شي اسمه هاي فلو ديفايس او اجهزة العلاج بالتطفق السريع اجهزة العلاج بالتطفق السريع بيأتي فوق منها او احيانا بنفس المستوى في شي اسمه اجهزة السيباب طبعا بين السيباب والهاي فلو في كتير متل ما بيقولوا يعني يجدل وكذا نحن ما حنفوت ولا بأي تفصيل العلاقة في الموضوهات فوق بذروة هاد الهرم بالقمة انا عندي الميكانيكال فنتليتر او المنفسة عندي انا اصعب جهاز ضمن هالسلسلة هاي يلي ذكرناها باختصار هو عبارة عن الميكانيكال فنتليتر نحن الاسف شفنا النمازج يلي عم نشوف يعني شفنا النمازج يلي انتشرت الفترة الاخيرة او ما حنقول الكل نسبة كبيرة من النمازج هي تحت بقاعد هاد الهرم لكن الذروة في عندي بيناتهم مراحل حتى يوصلوا لشي اسمه المنفسة او الميكانيكال فنتليتر شركة هاملتون ميديكال بالاضافة الى كبرى المصادر يلي بتحكي او الكتب اللي متخصة او المراجعة خليني اقول متخصة بنظرية التهوية الرئوية او الميكانيكال فنتليتر بتقولك انه عملية التهوية الرئوية للمريض هي فعلا تحدي صعب سواء كان للمشغل الابريتري اللي بالمستشفى اللي كان هو الطبيب او الممرضة او ايا يكن وسواء بالنسبة للمصنع يلي هو عبارة عن المهندسة اللي عم بيشتغل على تصنيع هذا الجهاز لانه انا عندي عدة برامترات اساسية برامترات حيوية للمريض لازم يتحكم فيها قبل ما اقوم بتصنيع اي جهاز بالعالم لازم انا كون عارف هذا الجهاز شلون بيشتغل وليش بده يشتغل وشو الفائدة منه انا هدول الثلاث مبادئ اساسية انا اذا ما كنت مولن فيها ما حا احسن صنع جهاز يحقق الهدف المطلوب منه طيب بالنسبة لي انا كشخص حابب يطلع على موضوع التنفس الاصطناعي او حابب مثلا يصنع او يطور جهاز رخيص السمن بحيث يكون سهل التداول شو هي البرامترات الاساسية او الشغلات الاساسية اللي لازم انا اطلع عليها حتى احسن فوت بهذا المجال وحتى احسن صنع مثلا جهاز منفسي ميكانيكا الفينتليتر يؤدي الوظيفة المطلوبة منه يعني بحيث يكون انا استغرمه بالحالات الحالات الحالية يكون تحكمه عالي وضقيق جدا طيب شو هي هذه البرامترات دعونا احكي عن البرامترات اللي هي اول شي انا عندي بالدرجة الاولى انا لازم اعرف طرق يعني الطرق الطبيعية للشهيق والزفير انا مثلا جهاز تنفس عندي كيف يشتغل انا كيف بأخذ هواء الشهيق وكيف بأخذ هواء الزفير عندي مفهوم تدرج الضغط تغير الضغوط بالاضافة للتضفق التضفق الحجمي عندي مقاومة الموائع مقاومة طرق التنفسية عندي كمان انا اسمه المطاوع الريقوية عندي عدة برامترات اساسية لازم اكون منفية هندسيا لازم كون عرفان شو معنى بحيث ان احسن صمم شي يتلاقم معها البرامترات طيب بالنسبة للجهاز التنفس الصناعي مثلا انا بدي اطور جهاز لازم عارف الاجهزة الموجودة اول كيف تشتغل طيب بالنسبة للاجهزة الموجودة ،،،،،،؟،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،、،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، برائبة الجهاز. شو معدل التنفس؟ فيني يغير معدل التنفس؟ مثلا أبسط مثلا الحجم الجاري أنا فيني يغير الحجم الجاري ولا لا؟ فيني غير معدل التنفس ولا لا؟ فيني مثلا بمعض الحالات السريرية مثلا اترك التحكم بالضغط انت إلا تحكم تاني ولا لا؟ يعني في عندي عدة شغلات أنا لازم تكون ملم فيها حتى يعني حتى أخذ فكرة عامة عن موضوع الجهاز تنفس الصعي كيف يشتغل. عندي أهم برامتر أساسي أنا بدي أتحكم فيه اللي هو عبارة عن الـ post-tip and expiratory pressure هذا الضغط هو عبارة عن الضغط المتبقي مثلا خليني أقول هذا الضغط مثلا أنا ضغط متبقي بالرئتين بمنع الحواصلات الرئوية تنطبع على بعضها هذه الحواصلات الرئوية في بعض الحالات المرضية ما لازم تنطبع على بعضها إذا تنطبع على بعضها بصير في عندي مثلا مضاعفات كتير كبيرة لذلك مثلا قيمة هذا الضغط لازم تضغل سابته وتختلف قيمة هذا الضغط الدكتور مثلا مني غيرها حسب الحالة المرضية ودرجة شدة المريض طبعا في شغلة هامة جدا يعني عندي شي اسمه الفطان المريض عن أجلس التنفس الصناعي هذا الموضوع لحاله بحري يعني هذا الموضوع مثلا موضوع جدا معقد المضاعفة يعني المريض مثلا مجرد ما زلته عن جهاز تنفس الصناعي يعاني أحيانا من مشاكل يعاني من التهابات يعاني من كذا هذه الأمور العلاقة بالجانب الطبي لكن أنا عم بذكرة بهالموضوع بهالموضوع حتى وضح انه جهاز التنفس الصناعي فعلا جهاز جهاز معقد وليس جهاز صعب اللي أصدته انه معظم النمازج اللي عم نشوفه على الانترنت ما فيه تحكم ولا برامتر من البرامترات اللي ذكرناها غير اللهم معدل تضفق بالإضافة خلينا نقول معدل الهواء الخارج هذا الشي ما فيني أنا سميه ما فيني أبدا 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 سميه جهاز ميكانيكال فنتليتر رخيص الثمن أو جهاز منفس الرخيص الثمن هذا الشي أبدا ما بتسميه هاي هذا الشي هو عبارة عن البي بي ام لكن الروبوتك بي بي ام خليني يقول او قناع اوكسيجين بخزان هواية تم التحكم فيه بواسط الغراع الروبوتية تعمل بتردد محدد هاي التسمية الصحيحة له لكن برغم هاي النمازج اللي ذكرناها كان فيه نمازج فعلا متعوب عليها نمازج عم تشكل نواحة حقيقية لتشكيل جهاز تنفس الرخيص الثمن وان شاء الله نحن نتمنى لهي النمازج هاي النجاح بالمستقبل أكيد كلياتنا معنا ضد أي محاولة لتطوير أي شيء وخصوصا إذا كان هذا الموضوع عبارة عن جهاز طبي يصب في مصلح الحياة المريض لكن عملية التطوير يجب أن تكون مبنية على أساس علمي متين وسليم بالنهاية جهاز المنفسة أبدا ما هو المنفاخ جهاز المنفسة هو عبارة عن جهاز عم بيقوم بتعويض وظيفة الرئتين لمريض بين الحياة والموت وبالتالي وأتبدي صنع عن جهاز تنفس طناعي لإجاب أن أخذ بعين الاعتبار هاي الأمور بناء عليها أنطلق لمحاولة التطوير والبصنية هذا كان موضوعنا لليوم ونتمنى لكم السلامة وظلوا بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر